السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جعلكم من جديد لشروحات جديدة بإذن الله لا تنسوا تشتركوا في القناة تفعلوا زر التنبيهات لمشاهدة جميع المقاطر عشان تشتركوا من أشعارات أول بأول كمان يمكنكم تدعموا قناتنا بالبحث عن قناتنا الثانية JJJ1X أو الدكتور جمال بالعربي هتضغطوا اشتراك وتفعلوا زر التنبيهات ممكن تدخلوا على القناة وتشيكوا عليها وتشوفوا الأشياء اللي فيها توجد فيها العديد من الأشياء اللي قاعدين نشرحها في لغة بسيطة وعامة وإن شاء الله الكل يتفهمها غير كده في قواعم تشغيلية زي ما انتم شايفين في عنوين طبية وعناوين تقنية وغيرها الكثير ما رح أطول معكم ممكن تروحوا وتتفحصواها بنفسكم وإلى مقطع جديد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لكم في الأناطوميكالاة مارك في بارتل بروثيسيز كانت تكلمنا في محاضرة وهي كانت يعني كانت ناظريا اليوم في كاستين عندنا والكاست هو اليمبرشن لما نأخذ الطبعة هذا يسمى يعني طبعة سلبية أو ناقصة من من؟ من الفم بعدها نقوم نصبها بحاجة زي الأسمنت ثم يطلع لنا الـ Positive Reproduction يعني هذا نفس اللي موجود ب فم المريض اليوم رح نتكلم عن الأناطوميكالاة لاند مارك رح نبينها موجودة في الطبعة وإيش أهمية كل لاند مارك طيب أول شيء لازم تعرف تفرق بين الأبر واللور كاست وصح سؤال بديهي لكن إلا أنه نلاقي ناس كثير من الطلاب ما عارفين يفرقوا بين الأبر واللور خصوصا لو كانت مصبوبة بهذا الشكل طيب أولا الأبر رح تلاحظوا هذه النتوءات اللي موجودة هنا وهذه اللي سميناها أصلا الماكزيلري راف تمام طيب حنلاقي هذي الماكزيل اللي يراف أو روجي تمام اللي هي هذه النتوءات حاول نوضحها الآن هذه النتوءات الشيء الثاني رح نلاقي هارت بلد هارت بلد أو الحنك العالى بالنسبة للور حنلاقي الطن أو الاسبيس أكيوبايد باي طن يعني مقصود فيها المكان أو الفراغ اللي يشغل حيز اللسان تمام الشيء الثاني في ميزة في عندنا هنا حاجة هنسميها بعدين لينجوال فرينم لكن فوق ما في فالآن هذا عبارة عن أبر كاست ماكزيلري أبر كاست منديبولر لور كاست طيب هنمشي على اللاند مارك اللي موجودة هنا وهنأشر عليها موجودة في الكاست بنبدأ أولا في الأبر ماكزيلري كاست زي ما شايفين هنا عندنا ماكزيلري سوبورتينج آريا تمام و ملونة باللون الأصفر طيب الماكزيلري سوبورتينج آريا هي الأشياء طبعا نحن نفرق بين السوبورتينج والليميتينج والريليف السوبورتينج إنه تكون الدنشر أو الطقم جالس عليها ومحتاجينها إنها تكون قوية من أجل إنه الطقم يجلس عليها أو يضغط عليها الليميتينج إنه هذه حدود الطقم الطقم يكون حدوده هنا نهايته هنا الرليف هي المناطق التي تكون بارزة وإنما يجي عليها الطقم ممكن تأثر عليها أو يصير في ألم عند المريض أوكي طيب المناطق التي تحتاجينها عشان تكون يعني الطقم ضاغط عليها أو يسند عليها هي عندنا اللي هو residual alveolar ridge ونما نتكلم عن residual alveolar ridge هو alveolar ridge والمقصود في alveolar ridge العظمة اللي محيطة في الأسنان إذا كان في عندنا أسنان هنا فالعظمة اللي محيطة فيها هذا هو ال alveolar ridge نما نقول residual يعني بقايا alveolar ridge نما أقول residual alveolar ridge معناته إنه الأسنان مفقودة فبقايا alveolar ridge هذه بقايا alveolar ridge زي ما شايفين فالرزيد وال alveolar ridge هو المكان اللي كان فيه الأسنان هذا كامل من هنا إلى هنا وهنا ملونة باللون الأصفر مكتوب عليها رقم واحد زي ما شايفين هنا رقم واحد فرقم واحد من supporting structure الأشياء اللي محتاجة عشان يدعمها اللي هو رقم واحد الresidual alveolar ridge وعرفنا ليش سميت بالresidual alveolar ridge طيب فعندنا حاجة ثانية اسمها الماكزيلاري توبير ستي الماكزيلاري توبير ستي وهي المنطقة الزائدة أو الكبيرة اللي هنا شايفين هنا هذا الresidual alveolar ridge بعدين في حاجة ضخمة كذا كأنها هنا بآخر شي هذه هي الماكزيلاري توبير ستي موجودة في التو صايد موجودة هنا موجودة هنا وهذه يعني هنا نعرف أنه وصلنا إلى نهاية الresidual ridge مرقمة برقم اثنين مكتوبة هنا ماكزيلاري توبير ستي طيب الروجي area أو البلاتاين روجي أو الماكزيلاري روجي وهي اللي تكلمنا عليها في بداية المقطع وهي النتوآت كذا واضحة النتوآت هذه اللي شايفينها هنا تقريبا ثلاثة هنا نتوآت أربعة هنا نتوآت ومرقم عليها برقم ثلاثة أوكي هذه تسند عليها الطقم وعندنا الهارتبلت الهارتبلت هي عبارة عن المنطقة هذه كاملة اللي هنا اسمها الهارتبلت أوكي مرقم هنا برقم أربعة لكن هي اللون كامل هذه هي الهارتبلت وهذه هي supporting structure طيب لما نقول على limiting structure الملونة باللون الأخضر وهي الأشياء اللي نهاية هنا الطقم يكن فيها وطبعا supporting structure والlimiting structure لا بد أن تظهر في impression يعني بقت ما تأخذ الطبعة لازم تظهر هذه الأشياء طيب عندنا أول شيء labial frenum والlabial vestibule والbuccal frenum والbuccal vestibule هنمشي عليها واحدة واحدة طيب نما أقول labial لو عارفين في dental anatomy أخذناها إنه labial هو الجهة اللي من الكنين للكنين فالمنطقة هذه كاملة الأمامية تسمى labial والبقال من بعد الكنين إلى النهاية من بعد الكنين إلى النهاية فنما نتكلم عن labial frenum هي اللحمة الزايدة اللي تكون هنا موجودة بين عظمة الأسنان والشفة العلوية تمام ونفس الشيء موجودة برضه بالشفة السفلية فهذا البروز اللي هنا دقيقة كذا نسوي فوكس طيب هنا شايفين القلم ممكن يمشي هنا هنا هيخبط بحاجة هنا هذه الحاجة الزايدة هي labial frenum موجودة في جهة labial side نفس الشيء برضه بروز هنا لكن في جهة البقل فنسميها buckle frenum البقل frenum موجودة في both side في الجهتين هنا وهنا هذه هي برضه أما labial frenum فموجودة في جهة وحدة طبعا هذا الكلام موجود كمان في lower cast الفراغ هذا اللي احنا من اول قاعدين نمشي عليه هنسميه vestibule لما يكون في الامام في يكون عندنا labial vestibule في الجهتين labial vestibule البقل vestibule هذا الفراغ الثاني buckle vestibule وموجودة في الجهتين اوكي طيب تكلمنا على labial frenum تكلمنا على labial vestibule buckle frenum buckle vestibule فاني الحاج اسمها fovea balatine fovea balatine هي عبارة عن طبعا اغلب الوقت ما تكون موجودة في الكاست ما تكون واضحة هنا لكن هي واضحة في فم المريض وبعض المرضى ما هي ظاهرة عندهم وهي عبارة عن نقطتين أو two orifice التي تخرج فيها minor salivary glance اللي هو الغدد اللعابية الصغيرة فتكون في بعض المرضى يتكون موجودة طيب في عندنا حاجة اسمها ثانية اللي هو التريغو ماكزيلاري نوتش أو اسمها الثاني الهام يورر نوتش الاسمين هدول لازم ينحفظوا وهذي كمان في بعض المرضى خصوصا الناس اللي عندهم ريزورب في الرج يعني هذا الريزيدو الرج احنا قلنا انه بقايا من الرج العادي لما يصرف عندنا ريزورب يعني يحصل له تقلص بتبين عندنا حاجة هنا نوتش يعني حاجة زي كده تكون شكلها خلف التيوبر وهنا نهاية حقك الطقم الطقم هنا تكون نهايته فهي تكون نوتش هنا موجودة في الجهتين نسميها الحامير نوتش طيب خلصنا من الليميتين استركشور الآن ننتقل الى ايش طبعا في الليميتين استركشور في عندنا هنا حاجة اسمها الفايبريتين لين اوف بلت الفايبريتين لين هذا عادة يكون عبارة عن لين موجود بين the soft and the hard بلت يكون خط هنا موجود تخلي المريض يقول اه اكثر من مرة هتشوف في اهتزاز في الحنك العلى بالنسبة لي الماكزيلاري the reefing structure والريريف قلنا ان في حاجة ممكن تسبب الم عندنا الانسيسف بابلة او اسمها الثاني اللي هو نازو بلت بابلة وعندنا الميد بلت 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 وعندنا التورس بلت نبدأ واحدة واحدة اول شي هناخد الانسيسف بابلة الانسيسف بابلة هي عبارة عن لحمة زيادة هنا موجودة عند الكنال في هنا عندنا قناة القناة هذه تبع اسمها النازو بلت كنال بيخرج منها النازو بلت نيرف واسمها الثاني انسيسف كنال وانسيسف نيرف عبارة عن عصب فهذه اللحمة الزايدة احيانا انما يكون الطقم ضغط عليها بيسبب الم وبيسبب بيسموها تنمل في المنطقة هذه عشان كده محتاجين نسوي لها للريف راحة وعندنا اللي هو الميد بالتاين راف هذا الخط اللي شايفين بالبروتقال يماشي هو عبارة عن ميد بالتاين راف وهو التقاء العظمتين معنما كانوا في خلال مرحلة النمو التقت العظمية شكت لأن العظمة هنا صغيرة احيانا تكون مؤلمة لما تكون تقم بغط عليها فعندنا حاجة اسمها تورس بلتاينس تورس بلتاينس هذه عبارة عن أبنورمل حاجة غير طبيعية ولكن في بعض الأشخاص يكون عندهم وهذو الأشخاص يكون عندهم زيادة عظمية في المنطقة في البلد عشان كنت سميناها تورس بلتاينس المنطقة العظمية هذه على حسب إذا كانت العظمة كبيرة أو سوري إذا كانت العظمة صغيرة هذه الزيادة ممكن إذا كانت هذه العظمة صغيرة ممكن نسوي لها ريليف والمقصود في الريليف إذا كان الطقم زي كده ضاغط نحن نخليها زي الحفرة تكون حاجة زي كده زي كده وتكون قاعدة عليها زي كده فنسوي لها الريليف إذا كانت صغيرة إذا كانت كبيرة محتاجين نسوي يعني نشيلها عن طريق عملية جراحية بسيطة هذا بالنسبة لماكزيلري لاند مارك عرفناهم هنعددهم بس بشكل عشوائي وزي ما شايفين هنا مقسمة الله جزاء خير ما قصر معانا ساما شمسان قام بكتابتها وتلوينها ف هنعيدها الآن لكن احفظوها أو اكتبوها عندكم بهذا الشكل ونعيدها بشكل عشوائي حنبدأ من وراء سمينا هذي النوتش اللي هنا هامل نوتش أو تريجو ماكزيلري نوتش سمينا هذول الزيادات العظمية الماكزيلري تيوبارسدي وسمينا هذا كامل الريزيديو الريج وسمينا هذي النقطة اللي هو اللي هو الانسسيف أو رنازو بلتاين بابلة وسمينا هذي الخط اللي هو الميت بلتاين راف وسمينا هذي النتوءات بلتاين روجي وسمينا هذي كاملة as heart بلت وسمينا هذول الخط اللي هنا بقال فيستبيول وسمينا هذول الزيادات بقال فرينم سمينا هذي لابيل فيستبيول وسمينا هذي لابيل فيستبيول سمينا هذي لابيل فرينم كمان سمينا هذول اللي هو فوفيبل تاين في عندنا حاجة اسمها vibrating line اللي هو انه ما يقول آه آه و عندنا التورس بلت هاينس نما يكون آه يعني زيادة عظمية وماهي دائما موجودة بعض الأشخاص يكون عندهم إذا كانت صغيرة نسوي لها relief إذا كانت كبيرة نسوي لها surgery هذا بالنسبة للم axillary إن شاء الله في المقطع الجاية رح نتكلم على الماندي بلر إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعلكم من جديد لشروحات جيدة بإذن الله لا تنسوا تشتركوا في القناة تفعلوا زر التنبيهات لمشاهدة جميع المقاطع عشان تشويكم الأشعارات أول بأول كمان يمكنكم تدعموا قناتنا بالبحث عن قناتنا الثانية جي 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 وان اكس أو الدكتور جمال بالعربي هتضغطوا اشتراك وتفعلوا زر التنبيهات ممكن تدخلوا على القناة وتشيكوا عليها وتشوفوا الأشياء اللي فيها توجد فيها العديد من الأشياء اللي قاعدين نشرحها في لغة بسيطة وعامة وان شاء الله الكل يتفهمها غير كده في قواهم تشغيلية زي ما انتم شايفين في عنوين طبي وعنوين تقنية وغيرها الكثير ما رح أطول معكم ممكن تروحوا تتفحصوها بنفسكم وإلى مقطع جديد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم